أهلا بكم في ليف جديد على منصتكم منصة الأموال بقدم لكم اللايف ده أنا آية الولادي رئيس مجلس الوزراء خلاص حسمها وأعلن وبشكل رسمي مع تخفيض الأسعار بشكل نهائي وبعدما الناس كانوا بيشتروا السلعب الغالي من هنا ورايح هيشتروها بتخفيض 25% فيطر التنفيذ يحصل إزاي؟ رئيس مجلس الوزراء الإتامي وعمل إيه مع تجار علشان يعود خسرتهم كل ده وأكتر حضراتكم ما تقدروا تعرفوا معي في اللايف ده فمن فضلكم طبعا معي اللايف للآخر الجدل زاد اليومين اللي فاتوا عن مبادرة تخفيض الأسعار واللي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الفترة الأخيرة خلاص الناس اتفقلوا خير وقالوا خلاص كلها أيام ونرتاح والأسعار ترخص وبقوا مستنين بفراغ الصبر تنفيذ المبادرة دي على أرض الواقع علشان كده الدكتور مصطفى مدبولي أعلن عن آخر التطورات واللي حصلت بخصوص المبادرة دي لكن يا تار هو قال إيه؟ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء من ساعاته عن الموافقة على تخفيض أسعار السبع سلع رئيسية بالنسبة 15% و25% قال أن التطبيق أو التطبيق هيكون بحد أقصى يوم السبت الجاي وهيكون في تخفيضات من 15% ل25% وده على الفول والعتس والألبان والجبنة والمكارونة والسكر والرز مش بس كده دائل كمان أنه هي تم تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الانتاج لمدة 6 شهور قال كمان خلال كلمته في المؤتمر أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية من الواضح أن الشركات اتحميستها لشان ينضموا للمبادرة دي وده لأن شركة عبول لاند لصناعات الغذائية أعلنت من ساعات عن مشاركتها في مبادرة خفض الأسعار واللي أعلنت عنها الحكومة قالت أنها تقدم تخفيضات على كل منتجة الشركة اللي هي الجبنة واللبن المعبأ كامل الدسم لكل الأحجام وأنها كمان هتطبع أسعار استرشادية للمستهلك أعلى العبوات وحسب محمد حامد رئيس مجلس إدارة شركة عبول لاند للصناعات الغذائية لمصروي أن نسبة التخفيض على منتجات الشركة هتكون بالنسبة 10% ودع لكل المنتجات بأنواعها وأن تضييقها هيكون برضي يوم السبت الجاي على فكرة على عز أمينة عام اتحاد الغرف التجارية كان قال لأنباء الشرق الأوسط أن شركات السلع الغذائية بدأت دلوقتي في زيادة اتاحة سلعها وخفض الأسعار بنسبة 8% لعشرة في المية وده بعد الإعلان عن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية قال إن المبادرة بتشمل خفض أسعار الفول والعدس والسكر والزيت والألبان والمكارونة والجبنة وده بتخفيضات من 15% ل25% حسب نوع السلع وحجم المكون الأجنبي فيها وعموما هيكون في تراجع ملموس للسلع على أرض الواقع وده في السوق المصري خلال الفترة الجاية قال كمان إن الحكومة خدت مجموعة من الإجراءات لزيادة الإفراجات عن السلع وده هيؤدي لخفض السلع لمستواها الطبيعي بعدما ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر وده لأن الحكومة عقدت اجتماعات مع هيئات المواني وشركات الملاحة لإلغاء رسوم الأرضيات وغرامات التأخير أما الدكتور محمد عطية الفيومي أمين سندوء الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية قال في تصريحاته لليوم السابع أن أسعار بعض السلع بدأت تنخفض بشكل تدريجي في الأسواق ومن المتوقع أنها توصل لمعدلاتها الطبيعية خلال الفترة الجاية لأن أسعار بعض الخضار والفواكه انخفضت بالنسبة ملحوظة كمان انخفض سعر السكر بـ 600 جنيه للطن وهيواصل الانخفاض خلال الفترة الجاية في نهاية مشاهدينا محتاجكم تقولوا لي رأيكم شايفين أن التجار هيلتازموا بالمبادرة دي وهيخفضوا الأسعار ولا لا من فضلكم مشاهدينا شركوني برأيكم في التعليقات واشكركم مشاهدينا على الحسن المتابعة وإن شاء الله لنلقاء آخر على منصتكم ونصة الأموال كنتم مع هيا الوليني